اشتركوا في القناة والبداية مع صحيفة فينانشل تايمز ومقال ديمتري تيرنين بعنوان مستقبل سوريا يكمن في ايدي جيرانها وقال كاتب المقال ان النجاح الذي يحقيقه الجيش السوري في حلب امر طالما انتظرته روسيا منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في شهر ايلول الماضي واضاف كاتب المقال ان الضربات الجوية الروسية كانت تهدف لتخفيف قوة جماعات المعارضة للرئيس السوري بشار الاسد اي تنظيم الدولة الاسلامية وغيره والعمل على تهيئة الوضع لتبدأ دمشق هجوما مضادا واردف انه لا يمكننا توقع انتصار سريع لدمشق لان جماعات المعارضة في حلب قد تدعو جماعات اخرى السعوديين والاتراك على الاخصر المجيء الى سوريا واوضح كاتب المقال انه في حال حدوث ذلك فان الحرب ستتخذ اتجاه اخرى مرة اخرى مضيفا ان سوريا ستصبح اول ساحة حرب في المنافسة العالمية من اجل السلطة والنفوذ والتي توقفت منذ 25 عاما ورأى الكاتب ان تداعيات هذه الحرب يصعب التنبؤ بها ويطرح الكاتب عدة تساؤلات هل ستجتح تركيا بقواتها البرية الاراضي السورية لتحتل المناطق الكردية فيها وهل من الممكن ان تقصف تركيا الاراضي السورية وهل ان الهجمات السعودية ستستهدف تنظيم الدولة الاسلامية او الايرانيين وعناصر حزب الله في سوريا وختم كاتب المقال بالقول ان منطقة الشرق الاوسط دخلت مرحلة قد تستمر عقدين من الزمن حيث من المتوقع ان تشهد القليل من السلام والكثير من القتال ونقرأ في صحيفة تقويم التركية مقالا لأكرم قزلتاش بعنوان سوريا تطورة لصالح من اشهر فيه الكاتب الى انه على الرغم من اعلان كل من روسيا وايران ان سبب وجودهما في سوريا هو محاربة داعش فانهما مستمرتان في استهداف المعارضين والمدنيين السوريين بشكل سافر دون اعتراض من احد ويستمر الارتباك لدى الافراد داخل بلادنا تجاه الفوضى الحاصل في سوريا ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام بالاضافة الى تكرار معارض بلادنا من البداية وفيما بعد بلا كلل او ملال كذبتهم بان بلادنا هي السبب فيما وصلت الى الازمة السورية على الرغم من معايشتهم لكافة الصعوبات التي واجهتها البلد وعلى الرغم من اعتبار المعارضة ان تصرف النظام السوري وروسيا وايران وعدة دول اخرى اعلنت عن انها جزء من المسألة هو تصرف منافق فانها تحاول ايقاف نزيف الدماء في المناطق المحيطة ببلدنا عن طريق اطلاق عدة دعوات والرغبة في ذلك من دون تفكير بالامر واستمرار هذا الوضع الكارثي وبجميع الاحوال فان احتمال وصول النيران التي بدأت في الطوابق الارضية الى العلية موجود دائما وان لم تصل فانكم لن تستطيع الجلوس براحة في تلك العلية على الاطلاق ثم يتساءل الكاتب ماذا وكيف حصل ويجيب قائلا عند التفكير بعمق بهذا الموضوع يمكن التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن الازمة السورية وبالتأكيد امكانية فهم الى اين يريد هؤلاء الوصول بشكل اساسي وبناء على ذلك فان التفكير مليا بالاشخاص المستفيدين من الاحداث الجارية سيكون افضل ونقرأ في صحيفة ينيشفق التركية ما قال الابراهيم قراجل بعنوان ان لم تتدخل تركيا في سوريا فستجد نفسها مقسمة بعد سنوات حيث يرى فيه الكاتب بانه يجب على تركيا ان تدرك بان القيام بفتح جبهة وانشاء دولة تستند على تنظيم الدولة وحزب الاتحاد الديمقراطي وتجاهل العرب السنة في سوريا وسحقهم وتشريد الملايين منهم يعد عملا انتحاريا كما يجب على تركيا ان تعرف ان المعاناة الانسانية في سوريا وازمة اللاجئين مشروع خطط له ليصبح الخطوة الاولى لضرب تركيا فاذا استمر الحال هكذا دون ان تتدخل فسنجد انفسنا نتعرض لهجمات على طول خط الحدود مع سوريا وستنشأ تنظيمات مسلحة جديدة وسيكون وراء كل تنظيم دولة تتحكم به وسيحاربون كلهم تركيا بالوكالة لم تتضرر ايران وروسيا من الحرب في سوريا ولكنهما استوطنتا دولة ليس بينهما وبينها اي حدود ونحن الان نشهد على عمليات تصفية ديمقرافية تقوم على مخطط للمواجهة بين سوريا وتركيا لا يمكن لدولة ان تترك امر الدفاع عن سيادتها ووحدة اراضيها للاتفاقية مع دول المنطقة وللمعاهدات الدولية وتصبح تحت الوصايا التي حاولت تركيا الافلة منها منذ سنوات يجب على تركيا ان تتدخل في سوريا بشكل مباشر يشمل تحركا عسكريا اذا كانت كل من روسيا وايران قد دخلت سوريا تحت مبررات واهية واستطاعت ضرب حدودنا وطرد الشعب السوري الى تركيا فمبررات تركيا وحججها للتدخل اكثر واقعية وشرعية منهم اذا لم نتحرك اليوم سنجد انفسنا يوم غد في حرب تكلفتها اكبر من التدخل اعرف انهم سيقولون ان هذا تحرض على الحرب ولكن ان لم يحدث تدخل في سوريا فسنجد انفسنا بعد عدة سنوات نتحدث عن تقسيم تركيا وصحيفة العرب الجديد نشرت مقالة لميشيل كيلو تحت عنوان عن وقف اطلاق النار في سوريا الكاتب صلت الضوء على المعلومات التي تقول ان لقاء ميونيخ الذي سيتم اليوم الخميس سيطالب بوقف اطلاق النار في سوريا وشدد على ان وقف اطلاق النار في سوريا هذا يجب ان يتوزع على النحو التالي 60% للجيش الروسي 20% لجيش ملالي ايران 10% لجيش الاسد وحليفته الاستراتيجية داعش و10% للجيش الحر والفصائل وبما ان القسم الاكبر من اطلاق النار يأتي من الجانب المعادي للشعب السوري ويعادل 90% من النار التي تطلق ضد سوريا وفيها فان وقف اطلاق النار لن يكون حقيقيا وجديا ان بدأ بالجيش الحر والفصائل او اقتصر عليه ما وسيكون في المقابل ملموسا وحقيقيا ان تبقته والتزمت به القوى الغازية والمعادية لشعب سوريا واوضح الكاتب ان هناك وجهة نظر متناقضتان فيما يتعلق بوقف اطلاق النار واحدة تراه منفصلا عن الحل السياسي واخرى تراه بدلالته وتعتبره جزءا تكوينيا منه لا يجوز فصله عنه او افضاؤه الى نتائج مناقضة له مبرزا ان اعداء الشعب السوري وغزاته يتنبؤون التصور الاول على الرغم من ان القرار 2254 يربط تنفيذ وقف اطلاق النار بتقدم الحل السياسي ونتبنى نحن اهل الثورة والحل التصور الثاني الذي يضعه في خدمة حل سياسي سلمي نسعى اليه ونريد ان تسهم فيه جميع الاطراف السورية وفي الحياة اللندنية نقرأ مقالا لرندا تقدين بعنوان الاسد تحت الوصاية الروسية الايرانية اكدت فيه الكاتبة ان الشاهد الحقيقي على ارث بشر الاسد وجماعته سيكون الشعب السوري المهجر والكوارث الانسانية التي يشهدها العالم من نزوح وغرق في البحر لمحاولة الهرب من قصف القنابل الروسية وقنابل جيش النظام واوضحت الكاتبة ان سياسة اوباما الكارثية ازاء سوريا سلمت سوريا لروسيا بوتين لان اوباما اكثر اهتماما بصفقته مع روسيا مما هو مهتم بما يحصل في سوريا مبرزة ان بقاء الاسد مرتبط باسياده الروس والايرانيين واكدت الكاتبة ان ارث اوباما معيب فيما يخص سوريا واعتبرت ان بوتين قد خدع اوباما عندما اقنعه في عام 2013 بانهما سيتحركان معا لمنع الاسد من استخدام السلاح الكيماوي وبعدها تدخل بقواته الجوية لابقاء الاسد واستخدامه كوارقة كوارقت قوة في تعامله مع الاوروبيين والامريكيين مشيرا الى ان بوتين يعتقد انه تمكن بفضل تراجع اوباما من عودة الهيمنة في الشرق الاوسط الى اجل غير محدد حتى يأتي رئيس امريكي جديد يهتم في شكل اكبر بهيبة بلده المتدهور على الساحة الدولية وختام حلقتنا لهذا اليوم مع اوريانت نيوز ومقال عبد الرحمن مطر بعنوان حلب الطريق الدامية الى جينيف رأى فيه الكاتب بان حلب بيت القصيد في الحملة العسكرية الهمجية لقوى الاحتلال الروسي لايراني الذي يمنح قوات سوريا الديمقراطية مقدرة على التمدد حلب اليوم هي عقدة الحل والربط تريدها موسكو لتعويم سلطة الاسد وبث الانفاس في الجسد المتعفن بعد ان افتقد جل اوراقه التفاوضية والواقع ان حلب باريافها والتي تستهدفها اليوم كثافة نيران غير مسبوقة الهدف منه ارغام السوريين على القبول باي شكل من الاتفاقات التي يمكن ان تملى عليهم خلال الفترة القادمة وهذا ما دأبت موسكو والنظام عليه استباقا باستخدام خطط عسكرية لا تبقي ولا تذد وهي تعمل في اتجاه انجاز مكاسب سريعة على الارض لذلك فان الفترة الممتدة حتى الخامس والعشرين من شباط الحالي سوف تكون قاسية وشديدة من حيث كثافة الحجد العسكري والقصف على حلب شمالا وجنوبا بشكل خاص ما يتيح لها الوصول الى قلب حلب والاستلاء عليها في ظل غياب اي دعم عسكري يذكر لفصائل المعارضة المسلحة لا تريد موسكو ولا النظام بالطبع اطلق اي مفاوضات جدة في جينيف وسقوط حلب بيد النظام يعني بكل وضوح ضيع كل شيء بالنسبة لثورة سوريا ويختم الكاتب قائلا ليس مستبعدا خلال الفترة القادمة وملامحه قائمة الاستمرار في الذهاب الى تسوية من نوع اخر هو مزيد من العملية العسكرية التي تتوسع شيئا فشيء عبر التمدد الروسي في كل الاتجاهات فهل ستمر الطريق الى جينيف هذه المرة عبر حلب وما يستجد فيها من تطورات وبهذا المقال مشاهدنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 موسيقى